بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم الجلل أحبتي سؤال أيضا يبدر لماذا وقف الإمام الحسين ينصح هؤلاء ولم يبدأ بالقتال طبعا أسئلة كثيرة الواقع ولكن على كل حال نقتصر على جملة من الأسئلة في حيات إمامنا وسيدنا أبي عبد الله وفي ثورته في كربلة طبعا معروف أحبتي أن واجب الإمام هو الدعوة إلى الحق النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالمة إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر يعني السؤال يبدر حينما نقول لو لم يذكر الإمام الحسين في يوم عاشرة هؤلاء وقتل بأبي وأمه حينما يحاسبون أمام الله طبعا تعرفون أحبتي الإعلام كم يؤثر حينما قتل أمير ممنين في محراب الصلاة وصل الخبر إلى أهل الشام وقالوا عجيب علي كان يصلي حتى قتل في محراب الصلاة التفتوا إلى الإعلام كم يؤثر فهؤلاء مظللون لا يعرفون لا يعلمون ما يدري أن الحسين قد خرج على حاكم الزمان واستحق القتل وتنتهي القضية وهنا الإمام وقف يذكر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أولا نصحهم بلغهم لماذا تقاتلونني ألد من سفكته سنة غيرتها سنة بدلتها غيرتها أي أمر لأي سبب تقاتلونني أنا الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين من هو هذه الشخصية حتى أخاف واحد غافل لا يدري من هذه الشخصية حتى يعرف وقد وصل صوته إلى جميع هؤلاء من جيش ابن سعد من جيش ابن أميل عليهم لعائن الله فالإمام رادي يذكر ومن جملة الأمور اللي ذكر به الإمام أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي يعني منه الحسن والحسين هذاني سيدا شباب أهل الجنة أولم يبلغكم أنني ابن بنت رسول الله والله ليس في المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم إذن سيد شباب أهل الجنة ها كيف يقتل كيف يقاتل وهو سيد شباب أهل الجنة لكن ماذا كان الجواب إنما نقاتلك بغضا لأبيك عجيب والله إذن هنا الإمام عرفهم حتى تكون الحج لله يوم القيامة حتى عرفهم نفسه أنكم قد بلغتم عن هذا أخاف واحد مضلل أخاف واحد ميدري أخاف واحد واقف بالخلف مثلا ويسمع واعية الإمام من سمع واعيتنا ولم ينصرن أكبه الله على من خريه في نار جهنم إذن الإمام أراد أن يبين شخصيته ويعرف هؤلاء أنه ابن بنت رسول الله أنه ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله أنه وأخوه سيدة شباب الجنة إن كنتم في شك من هذا القول سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري هذا من أصحاب النبي أبا سعيد الخدري زيدة بن أرقم أنس بن مالك سهل بن سعد الساعدي يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله يا مقالة الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي سيدة شباب أهل الجنة كيف يقتل إذن هو على حق لذلك الشعر يقول إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة الشمس معروفة بالعين والأثر قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد لا تغني عنها سائر السور وذاك اللعين سنان الذي قتل حسين يقول لابن زياد املأ ركابي فضة أو ذهب إني قتلت السيدة المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا إذن كانوا يعرفون نقتلك ونعلم أنك الحسين بن فاطمة جدك رسول الله أبوك أمير المؤمنين أمك الزهراء لكن حق الدفين وأيضا هناك أسباب أخرى لكن الوقت أدركني والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر